السلام عليكم أنا هباب الخير ودي قناتي لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه هيوصل ليكم إشعارات لما نزل وصفات جديدة وقبل ما أبدأ عاوزين نوصل للفيديو ده لعشر تلاف لايك الشتة دايما بيحتاج أكلة دفي وتدي طاقة للجسم علشان كده اخترت ليكم وصفة الفطاير القطنية مليانة شوكولاتة بالدوم وكمان فطاير بحشوة الجبنة الوصفة دي اسمع لمسمة لأنك قوامها فعلا زي القطن هش أبيض وناعم ده غير طعمها اللذيذ جدا هو اللي هتستمتعوا به مع كل قطنة يلا بينا نبدأ علشان أحضر الفطاير القطنية هحتاج كوباية زبادي بحرارة الغرفة تقريبا 200 جرام كوباية زيت 200 ملي كوباية مياه دافية 200 ملي 2 من بياض البيض 3 معالق كبيرة من السكر معالقة صغيرة من الملح بكت ونص خميرة فورية أو بما يعادل معالقة كبيرة مليانة أو 11 جرام كيلو من الدقيق أو 6 كوباية كتير بيسألوني عن نوع الدقيق اللي باستخدمه في الفطاير أنا باستخدم دقيق متعدد لاستخدمات زي ده أو دقيق مخبوزات ده بالنسبة للفطاير فبولة هضيف الزبادي الزيت المية بياض البيض السكر والخميرة وهقلبهم كويس جدا بعد كده هضيف 6 كوبايات من الدقيق تقريبا كيلو من الدقيق هضيفهم بالتدريق هضيف كوبايتين الاول من الدقيق وقلبهم كويس مع السويل بعد كده هضيف الملح هضيف كوباية كمان وقلب وهكذا أنا ضفت بالزبط 6 كوبايات من الدقيق هبدأ أعجل لمدة 10 دقايق لحد متتكون عندي عجينة متماسكة بتلزق بسيط في إيدي كده يبقى القوان مظبوط هلم مع جندي كوامها زي القطن ونعمة جدا هغطي العجينة واسبها تتخمر في مكان دافي بس المدة 45 دقيقة مش أكتر من كده دي العجينة بتاعتي خمرت كويس جدا هقسمها الكرات متوسطة أو صغيرة حسب الحجم اللي تحبيه اشتركوا في القناة ده نوع الجبنة اللي استخدمته جبنة أبيض فتة علشان في ناس كتير بيسألوني عن النوع موجود منه أنواع كتير في الأسواق وكلها كويسة هغطي الفطاير بتاعتي وهبدأ أحشيها هفرد العجينة وهي في إيدي وهحشيها بالشوكولاتة وتأكد أني قفلتها كويس وأن العجينة سميكة من تحت وفوق ومغطية الشوكولاتة تماما علشان الشوكولاتة ما تخرجش وقت الخفز أنا اخترت شوكولاتة بالحليب تقدري تحشيها نوتلا أو شوكولات شبس كمان تقدري تحشيها بالطمر أو تعمليها سادة خالص من غير أي حشبة جزء الثاني هبدأ أن أحشي بالجبنة بالشكل ده أما الباقي هفهكمله بالشوكولاتة العجينة سميكة بفردها جوه إيدي بالشكل ده علشان أضمن أن الحشو متخرجش كمان حاولي تثبطي شكل الفطاير بحيث تكون مدورة وجوانبها ملفوفة فتديك شكل حلو في النهاية كده أنا خلصت كل الكمية هغطي الفطاير واسبها تتخمر مرة كمان لمدة 15 دقيقة بعد 15 دقيقة هجيب صفار بيد مخفوق وهغطي بيوش الفطاير بالشكل ده بعدها هجيب شوكا وهعمل رسمة على الفطاير بالطول والعرض بالشكل ده كده أنا خلصت كل الكمية هخبز الفطاير الأطنية في فرن ساخن مسبقا على حرارة 200 لمدة من 18 ل20 دقيقة هشغل الفرن من تحت بس وهتابع الفطاير أول ما تاخد لون دهبي من تحت هطفي النار من تحت وبعد كده هفتح الشواية لحد ما الفطاير تاخد لون دهبي جميل من فوق كده الفطاير نضجت تمام وأخدت لون جميل جدا ورسمة جميلة هغطي بقى الفطاير بتاعتي أول ما تخرج من الفرن علشان ما تنشفش وتفضل محتفظة بالقوان بتاعها جيل فطاير هشة جدا هفتح ليكم واحدة ما شاء الله شايفين من جوه فعلا زي القط والشوكولاتة بالدوب مش قادرة وصف لكم ريحتها الحلوة هفتح ليكم واحدة كمان ما شاء الله تجنن ومظبوطة الحمد لله دي بقى واحدة تانية بحشوة الجبنة شايفين القوان من جوه جميل ازاي حضريها لعلتك هيتجننوا على طعمها وهستنى رأيكم لما تجربوها هتلاقوا المقادير مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو كمان هتلاقوا لنك موقع همي عليه الوصفة والمقادير بالشرح التفصيلي وكمان لنكات الصفحات الخاصة بيا على السوشيال ميديا الانستجرام والفيسبوك باسم همي ما تنسوش تكتبولي رأيكم في كومنت تحت الفيديو ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده تشتركوا في القناة وادفعوا جرس التنبيه هيوصل ليكم اشعارات لما نزل وصفات جديدة اشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة